تخطو الدولة خطوات واسعة في ملف الاهتمام بالمواطنين وخصة من محدود الدخل والأسر الأولى بالرعاية وفي هذا الشأن شهدت السنوات الماضية إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية والتي استهدفت العديد من جوين بحياة المواطنين مثل الصحة والإسكان وغيرها بهدف توفير الحياة الكريمة لهم مبادرة حياة كريمة غيرت حياة الملايين بالقرى وعلى رأسهم الأسر الأولى بالرعاية ليتم ترجمتها إلى مخططات على الأرض جنت ثمارها بتوفير الحماية الاجتماعية لملايين المصريين البرامج الاجتماعية التي تطلقها الحكومة تأتي ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 لدعم الأسر الأولى بالرعاية وغيرهم من الشرائح وجاءت مبادرة حياة كريمة كضرة للتاج وإطار شامل للعديد من المبادرات وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق المبادرة في الثاني من يناير عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجا وبخاصة في القرى حياة كريمة سرعان ما تعددت روافدها فتضمنت شقا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية وصرف أجهزة تعويضية فضلا عن تنمية القرى وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج حياة كريمة تمخض عنها كذلك المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري وهو المشروع الذي يستفيد منه نحو 58 مليون مواطن في 4584 قرية على مستوى 175 مركزا في 20 محافظة ليكون ضمن المشاريع الأهم في تاريخ مصر باعتبار القرية هي العمود الفقري للمجتمع المصري ولتؤكد القيادة السياسية دوما أن تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين هي الشغل الشاغل ليلقى الشعب المصري ما يستحقه من مكانة بين الأمم